نريعون نتواصل من جديد وزي ما شهدنا هذا الجمال والألق في عاصمة التاريخ سنار حتى سنار لم تسلم من حب الفيضان خلونا نقول من حب الفيضان ومن الحب ما غمر من حب النيل السودان هذا العام فيضان 2020 كان كبير جدا على كل المناطق في السودان تضرر عدد كبير جدا من المناطق في كل الولايات وفقط عدد من الأسر ورقم كبير جدا منازلهم بسبب الفيضان والسيول والأمطار لهذا العام إلا أنه ديدنا السودانيين وحماسهم الكبير وعلاقاتهم الاجتماعية بعضهم والبعض كانت سبب كافي وافيين للناس تبادر بالخير تبادر بالجمال تبادر بأنها تدعم كل المتضررين بالسيول والفيضانات بشدة المبادرات المختلفة والجميلة واحدة من المبادرات من جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا لدعم متضررية السيول والفيضانات كانت حاضرة هذا العام وقدمت يد العام للأسر المتضررة داخل الاستوديو معنا الأستاذة الدكتورة سامية عثمان يعقوب أستاذة بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا أهلاً ومرحباً بك دكتورة سامية صحيح الخير عليك وعليكم السلام والرحمة وصباح جميل إن شاء الله ربنا يديم السودان بخير ونعمة ويبعد عننا شر العوارج والكوارس إن شاء الله اللهم معمير دكتورة سامية حدثينا عن هذه المبادرة مبادرة جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا لمتضررية السيول والفيضانات وعن أشكال الدعومات ومصادر الدعم تحديداً نتفضل شكراً لكم نحن في جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا عندنا مجموعة من المبادرات ومن ضمنها مبادرة العمل المجتمعي يعني باقي المبادرات الثانية بتخدم الطلاب بتخدم البيئة الجامعية بتخدم المجتمع العام طبعاً رسالتنا في دعم المجتمع العام دي حاجة لابد من كل الجامعات إنها تقوم بيها فقامت مبادرة العمل المجتمعي في جامعة السودان بمجموعة كبيرة جدا من أساس من مختلف الكليات الموجودة في الجامعة فبعد ما ظهرت طبعا نحن قدمنا قبل كده برضو مبادرات كثيرة من ضمنها في جائحة كورونا يعني يمكن دل أكتر جائحتين نحن اشتغلنا فيهم وحاليا أسهل حنشتغل على الطلبة لما يجوا ينزلوا برضو ضمن احتبارا من الشغل المجتمع اللي هو نحن لا بد نوفر لهم كل المتطلبات الموجودة بتهيئة البيئة الجامعية والسكن وغيرها عندنا المبادرة اللي هي مبادرة العمل المجتمعي المبادرة دي قامت في الجامعة وحاليا مبادرة السيول والفيضانات دي قامت برعاية كريمة من السيد البروفيسور عوض سعد حسن مدير جامعة السودان للعلوم التكنولوجيا يعني بدعم كريم منه فالحمد لله يعني تقطعنا رواتب يوم كامل من كل الموظفين الموجودين في الجامعة استغطبنا الدعم وضعنا نقاط للدعم في الجامعة في مراكز مختلفة طبعا احنا الجامعة زي ما عارفين بيتشمل مكانات عديدة جدا شريك جنوب وسط السودان الغربي الجنوبي كلها تكون موجودة في العاصمة فوضعنا للخطط فانه الدعم العيني الدعم المادي والله بصراحة يعني استجابوا لنا كمية كبيرة جدا الأسازة الموجودة في الجامعة الأسازة الخرجين الطلبة اللي تخرجوا من جامعة السودان بمجرد ما سمعوا نداء الإنسانية دا وبمجرد ما يعني تتجابوا الأخوة الأسازة بجامعة السودان للعلوم التكنولوجيا الموجودين خارج السودان بالإضافة لكل فئات المجتمع اللي حوالينا وحتى في ناس خيرين يعني طرقوا لنا الأبواب بكل قوة وجونا بنفسهم لحد عندنا يعني فنحنا الحمد لله يعني جمعنا حاجات مقدرة جدا جدا ومبارح كان عندنا يوم مشهود ماشينا على جهات الكلاكلات في حتات المتضررة من جبل أولية والحمد لله استهدفنا وقدمنا عون لتقريبا لخمسين أسرة بالإضافة للمتضررين طبعا نحنا برضو مستهدفين المتضررين العمال الموجودين في الجامعة المعلمين المشهدين يعني أسيا دكتوري سامي المبادرة دعومات نقدر نقوله نتفق إنها هي من الأساتذة فقط لا لا كل فئات المجتمع ما نقدر نقول من الأساتذة يعني الدعمات يجاتكم من فئات مختلفة لكن المبادرة اللي أحضر بها الأساتذة أولا وأقدموا دعوات الأساتذة اللي تخرجوا لخارج البلاد وكده أيوة يعني يظل المعلم دائما يعني يعلمنا ويدرسنا والدروس الحياة والعودة للإنسانية دروس صعبة يعني صعب من الدروس الأكاديمية. طيب نتحدث عن المستهدفين بالمبادر الحديدة نذكرتهم وكيف قدرتوا وسل طولهم وقدمتوا الدعومات وشكل الدعومات نحن طبعا عندنا دكتورة طاهرة زميل لنا موجود في منظمات تطوعية كثيرة وكان حرغلت الوصل بيننا وبين هذه الجهات المتضررة فكان بدينا عام الفيضانات لتقارير رسمية بإنه مثلا المناطق المتضررة كده وعدد المتضردين كده فاستهدفنا منطقة يعني حتى أمس لما مشينا ليهم لقينا إنه في مجموعة كبيرة جدا تاكنين في المدارس يعني الوضع مأساوي بالجذب في وحدين في بيوتهم لا زالوا تحت الشجر يعني حتى في ناس ما وصلتهم إيقاثات ما وصلتهم أي حاجة فاستهدفنا المنطقة دي ولحسن الحظ يعني لقينا طلبتنا طلاب جامعة السودان من الأسر المتضررة نفسهم فمجرد نعرفوا نحنا جامعة السودان كلموا كلهم كان بنيس بلينا دعم ووقفة كبيرة شديد أهلا البيت أولى طبعا أيوة طبعا والله استهدفنا ما قلنا الطلاب لأنه نحنا لا نستطيع نحصر الطلاب لكن لما مشينا المنطقة دي لقينا كل الطلاب حتى الخريجين بتاع جامعة السودان أهاليهم اتضررت لقناهم ذاتهم مسكين دي جان المقاومة الموجودة في المنطقة فوالله يدعمونا دعم شديد وساعدونا وورونا هم ذاتهم الأماكن الأكثر تضررا والأماكن الماء وصلتها يعني الحاجة اللي نحنا لاحظنا لها أنه في مشكلة بتاعت عدم توزيع أو تنسيق يعني يفترض أنه مثلا أنا ما عارف الشغل الإداري ده كبير شديد لكن يفترض أنه تبدأ بالمحليات يعني يحصروا أي محلية وإحتياجات وكده فنحنا لما مشينا لهم لدينا أنه ما في أي زول جهاز بالرغم أنهم قالوا خاطبوا الجهاز ما في جهاز مسؤولة خاطبوا عن طريقة محلية توقع أنه ديوم فنحنا يعني لحسن الحظ والحمد لله والشكر لله ربنا يقعنا في ميزان حسنات كل ما نقدم وكل ما كان يفغل الأجر والسواب من الله لقينا أنه اللي حتة لي يعني ما قاتت أي دعومات ما قاتت أي شيء يعني أنا حاجة للأسرتباء شديد جدا لقينا أنه في يعني مدرسة ساكنين فيها المدرسة هذه عبارة عن فصول الفصول نفسها يعني في فصيل يعني والله يبقدي حاجة يعني يعني مؤسفة جدا فيه اثنين والدات في يعني تخيلي المنظر عامل كيف تيل ويلد واحدة أميس واحدة أميس واحدة أميس البقية كلهم قاعدين في الشجر تحت الأشجار الشوفة حايمين ليجينا أنه في خيرين من أبناء المنطقة نفسهم شالوا كمية من الطلبة الممتحنين للجامعة ونزلوا في بيوتهم على أساس أنه يجروا يحاولوا يحاولوا يحاولون بها مناسبة يعني حتى الأكل كل الأسر دي يعني إحنا حصرناهم في المدرسة دي كانوا 18 أسرة في منطقة تانية كانوا أكتر من 30 أسرة الثلاثة الـ 18 أسرة دي يأكلوا كلهم في مدبخ واحد موجود يعني حاولوا يوفروا فيه بوتجاز ووفروا فيه في يعني بالجد معاناة كبيرة وأنا يعني بالجد بناشد إن كل فئات المجتمع يعني هذه كارثة إنسانية حقيقية كل فئات المجتمع والمسؤولين دورهم أكبر دكتور سامع المسؤولين دورهم كبير جدا لأنه الوضع يعني وضع عصيب على السودان والناس قدمت بتحاول تقدم لكنهم محتاجين لي حاجة تطبئينه حسوا إنه بلدهم يحتويهم إنه السودان مأمن كبير بالنسبة لهم حتى ولو فقدوا منازلهم أخيرا روح ذا بالمحاولة المهمة سريعا ماذا بعد تقديم اللغاثة نحن دي مبادرتنا الأولى واللي هي من استهدف بالإسراء المضررة ولسا عنا لازال الدعم المستمر وإن شاء الله هنستهدف برضو مناطق في مدرمان مناطق في بحري لكن نحن عايزين تكون عندنا بصمة واحدة تقرر إنها تكون مبادرة 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 مع بعض الفيضانات لأنه هيكون في وضع صحي متردي وحيكون في أمراض منتشرة ومستشرية حاجة خطة مستقبلية نعم فنحنا سعدارين نزعي مع جهات معانا المهندسين طبعا جامعة السودان للعلم والتكنوليك تحتوي على أكبر كليات الهندسة الموجودة في السودان تخلي دعو مفتوحة لكل مشاهد دعوة أيوة لكل البيوت الخبرة والشركاء وكل من يبطغي الأجر من الله والسواب نحن عايزين نحاول وحنطرحها كمبادرة عموما للمجتمع وإن شاء الله لكن دايرين نوفر لهم ملاذ آمن بتوفير مناطق سكنية مناسبة ببلوكات بحاجة حاجة بعدين طبعا الحكومة برضو تقع على تقاملات الترحيل من جانب النيلدة للمناطق اللي كله وسنطرح فيها أغلب الناس كان سكن عشواي وسكن يعني في منارات خيرين لكن دي مبادرة مننا لكل الجامعات لكل الخيرين للحكومة نفسها إنه نحن عايزين نعمل خطة مستقبلية تأمن الناس وبعدا نحن لسه على فكرة فيضانة من يلدة دي لسه على الإمباس أو الآثار بتاعت صدنا هلا ما وصلتنا نعم دعواتنا لكم بالتوفيق والمشاهدة الكريم يا دعوة من مبادرة جامعة السودان العلوم والتكنولوجيا لدعم كل الأسر المتضررة بالفائضانات والسيول والعمطار شكرا جميعا دكتور سامية عثمان يعقوب على هذه المساحة شكرا لكم بديكم كل خير وجعل لكم في ميدان حسناتكم واتمنى من الجميع التفاعل شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا